جامعة الدمام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرع أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله فقد فاز خزر عظيم أسأل الله عز وجل يوفقنا لكل خير ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم لازلنا نتحدث عن النظام السياسي في الإسلام وتحدثنا في المرات الماضية عن تعريف النظام السياسي وذكرنا مقدمات عن النظام السياسي في الإسلام وتحدثنا عن أهمية دراسة كتاب النظام السياسي في الإسلام وذكرنا بعض الأمور وأن الإنسان مدني في طبعه وفيه رد على الشبه القائلة أنه لا بد من فصل الدولة عن الدين وذكرنا أن هذا قول باطل ثم تحدثنا عن ما هي السياسة في المنظور الإسلامي وذكرنا أن أي عمل لا يقبل إلا لا بد أن يكون خالصا لوجهه الكريم وعلى سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وذكرنا بعض التعريفات التي تتحدث عن تعريف السياسة وهو أنه لا بد يكون فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه صلى الله عليه وسلم هي على الأدلة العامة والقواعد التي فيها المصلحة وفيها العدل وذكرنا أن بعض الطوائف فرطت في هذا الأمر وأنكرت كل أمر يخالف الهدي وهدي المصطفى الصلى وقول الله عز وجل فلا يقبل فلا بد يقول كل قول يفعله الإمام ويشتهد فيه الخليفة أو أي فعل فيه نظام سياسي لا بد يكون له دليل مفصل على هذا المقول وإلا يكون القول باطل والبعض قال لا أصلا لا بد أن لا نأخذ به ولا نأخذ بما قال الله صلى الله عليه وسلم لأنه قول هذا نزلت لفترة معينة وهذا قول يعني جرأ كثير من أهل الباطل وأتوا بقوانين أخرى ولكن الحق أنه أن السياسة العادلة موافقة لما جاء به الشرع ومقررة له بل هي جزء من أجزائه والعبرة يعني بالمقاصد والمعاني للألفاظ فلا بد الإنسان الأدلة العامة على كل أمر من الأمور صعب تطبيقه ولكن يؤخذ بالأدلة العامة التي فيها تنظيم وترتيب وهذه يؤخذ بها أما شيء يخالف العدل ويخالف الشرع فلا يؤخذ بها ثم ذكرنا ما هو الفرق بين النظام الوضعي والنظام الإداري وذكرنا ما هي العملية الوضعية وهو النظام الوضعي وذكرنا بعض العملية وأنها عملية هرامية من دستور ثم قانون ثم قرارات وغيرها من الأمور ثم تحدثنا عن تقسيم نظم الحكم وذكرنا هناك حكم دموقراطي وهناك حكم على الطريقة الشرقية وهي سيطرة الحكومة على مقدرات الدولة وهي الشيوعية ورددنا على هذا الأمر وثم ذكرنا نظم حكم ديكتاتورية يبقى ذكرنا سؤال هل الإسلام أو النظام السياسي الإسلامي يمثل أهياء هذه النظم ذكرنا أنه لا يمثل ولا نظام من هذه النظم بل هو الإسلام الحكم فيه لله عز وجل إن الحكم إلا لله عز وجل ثم تحدثنا عن الإسلام دين ودولة دين ودولة يعني لا المقولة أن ما لقيصر لقيصر وما لله لله والمقولات التي تتحدث عن فصل الدين عن الدولة هذا كله كلام غير صحيح ولا يعمل به وذكرنا بعدين نشأة العلمانية وسبب التفرقة بين الدين والدولة وثم خلصنا إلى أن الإسلام ليس هو نظام علماني وذكرنا بعض الأمثلة حديث ولوغ الكلب في الإناء وكيف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصالح لكل زمان ومكان وذكرنا بعض الأدلة للمعارضين والمنكرين لنظام السياسي الإسلام والرد عليها ذكرنا بعض الأدلة من القرآن وذكرنا بعض الأدلة من السنة وذكرنا كذلك بعض الأقوال واهتمام المسلمين بدولة الإسلام ثم ذكرنا أين نجد مباحث هذا المباحث الكتاب أو المباحث التي تحدثنا عنها في النظام السياسي في الإسلام وذكرنا أن هناك كتب مستقلة وأن بعض الفقهاء وكتب الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم يدمجونها ويجعلون لها باب مستقل في كتبهم والبعض يجعلها في كتب مستقلة وذكرنا مثال على ذلك كتاب النظام السياسي كتاب شيخ الإسلام بن تيمية والبعض يعني فص يعني مثل ما ذكرنا أبو يعلى الفرا في مقدمته يعني نحل منحيين كليهما مرة كتبها في كتب الفقه ومرة كتب كتب مستقلة اليوم ندلف إلى ما هي مصادر النظام السياسي في الإسلام كما ترون مصادر النظام السياسي في الإسلام كتاب الله عز وجل والقرآن والسنة النبوية وكذلك الإجماع وكذلك الإجتهات وسنتحدث عنهم لأنه قد يسأل سائل ما معنى مصادر النظام السياسي في الإسلام مصادر النظام السياسي في الإسلام معناها هي الأصول الأصول التي يرد إليها ويؤخذ منها هذا النظام السياسي فإذا أردت أن تبحث في أي أنظمة من النظام السياسية في الإسلام لابد أنك ترجع إلى هذه الأصول وهذه المراجع وهذه القواعد فإذا ما أرد أن نعرف مصادر النظام السياسي في الإسلام فإن بغي أن نقول أن العلماء كتبوا كتبا كثيرة في فقه النظام السياسي في الإسلام منهم من ذكرها في مصادر عامة ومنهم من ذكر مصادر خاصة وهذه التي تكلمنا قبل قليل أين توجد مباحث النظام السياسي في الإسلام وذكرنا أنه كتب مستقلة وهناك كتب فصلت في هذه الأمر فلذلك لو طرحنا بتفصيل قليل من المصادر العامة وهي المصادر التي ذكرت مباحث النظام السياسي ذكرنا مثل كتب الفقه وكتب تفسير القرآن وكتب الحديث وكتب التاريخ مثل كتاب البداية والنهاية وكتب العقيدة وذكرنا في المرة الماضية بعض الكتب التي تحدثت عن النظام السياسي في الإسلام باختصار منها هذه الكتب الحكام السلطانية والولايات الدينية وكتاب السياسة الشرعية في صلاح الرعي الرعي وهو كتاب للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله المصادر العامة وهو كتاب أولها كتاب الله عز وجل المصدر الأساسي التي يأخذ منها مصادر النظام السياسي في الإسلام كتاب الله عز وجل لذلك نجد علماء التفسير يتكلمون عن كثير من قواعد الحكم في الإسلام عند تفسيرهم لكثير من الآيات سنذكر بعض الأمثلة قال الله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله هذا دليل واضح أن من مصادر النظام السياسي في الإسلام كتاب الله عز وجل لذلك الكتاب قال الله عز وجل موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يحكم بينهم أن يحكم بينهم يعني الحكم الآن والتنظيم يكون إلى ما أنزل الله عز وجل ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك والخطاب إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي مخصص لذلك فيكون أيضا لمن بعده من الخلفاء والآن القضاء الحكم يكون بما أنزل الله عز وجل وإذا هناك تنظيم من التنظيمات يكون أيضا بما أنزل الله عز وجل لو تحدثنا عن سبب نزول هذه الآية أنه لا جماعة من اليهود وهم ثلاثة عبدالله بن سوريا وكعب بن أسد وشاس بن قيس قالوا نذهب ونفتن النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه فقالوا يا محمد اللهم صلى الله عليه وسلم عليك قد عرفت أن أحبار اليهود يعني علماء اليهود وأشرافهم وأن إن اتبعناك اتبعنا اليهود أي إن آمنا بك نحن ونحن المعروفين عندهم نحن المعروفون بالعلم والأشرف لو آمنا بك وصدقنا بك لاتبعك اليهود اتبعك اليهود لأنهم إذا رأونا دخلنا في دين النبي صلى الله عليه وسلم دخل كذلك اليهود ولهذا قالوا ولن يخالفونا وأن بيننا وبين قوم خصومة ونحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن يعني يقولون مساومة رخيصة من اليهود وبئسة المساومة تبين أن نصدقك نؤمن بك بيننا وبين قوم خصومة سنأتي نتقاضى عندك ولكن تكون المحكمة سورية فإذا ردتنا أن نتبعك احكم لنا إذا قضيت في هذا الحكم بيننا وبين هؤلاء القوم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ولهذا قال الله عز وجل وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك سبب النزول توضح وضوح تام أن مصادر الحكم مصادر القضاء وهو من مصادر النظام السياسي في الإسلام ونوع من أنواعه كتاب الله عز وجل وأن القرآن يدعو إلى التحاكم إليه وإلى العدل عند الحكم بين الناس حتى لو رأيت أن هناك مصلحة دعوية مصلحة أن هناك قوم يهود سيسلمونه مع ذلك لا ولا يجرم أنكم شأنان وقومنا لا تعدل العدل قامت عليه السماوات والأرض لذلك قرر عز وجل لا يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك مثال آخر لتناول المفسرين لقواعد حكم في الإسلام قول الله عز وجل وشاورهم في الأمر هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه في مكايد الحرب وعند لقاء العدو لماذا تطيبا منه بذلك لتطيب أنفسهم بذلك وتأليف لهم على دينه لكي يرى الصحابة أنه يسمع منهم ويستعيم بهم والله عز وجل أصلا غني يعني الله والنبي صلى الله عليه وسلم غني بالله عز وجل لو أراد الله عز وجل يأمره بذا ويأمره بكذا ويأمره بكذا ولا يحتاج إلى مشاورة أصحابه ومع ذلك وما أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالمشورة إلا لما علم بها من الفضل هذه من الأدلة من مصادر النظام السياسي في الإسلام كتاب الله عز وجل القرآن وذكرنا الآن أمرين أن المصدر الأول المصدر العامة كتاب الله قرآن وهو ذكرنا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ثم ذكرنا الدليل الثاني وشاورهم في الأرض هناك مثال آخر أنا أذكر كثير من الأمثلة حتى ترسخ المعلومة ونذكر بعض ما يتناول المفسرين الفائدة والاستفادة من ذلك قول الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما قصة هذه الآية أنها نزلت في رجل من الأنصار يقال له طعمة ابن أبيرق من بني ظفر من الحارث هذا الرجل سرق درعا من جار له يسمى قتادة ابن النعمان وكانت هذه الدرع في جراب يعني مثل الكيس فيه دقيق فعندما حمل الجراب جعل الدقيق ينتثر أو ينتثر من خرق كان في الجراب يعني في هذا الكيس حتى انتهى إلى داره وأثر الدقيق خلفه ثم خبأها عند رجل يهودي يسمى زيت تم البحث لما رأوا أن الدقيق هذا واصل إلى بيته عن الدرع عند طعمة فلم توجد عنده وحلف لهم بالله ما أخذها وما له بها من علم فقال أصحاب الدرع بالله والله قد دخل علينا فأخذها فقال أصحاب الدرع بلى والله قد دخل علينا فأخذها وتتبعنا أثر الدقيق حتى أوصلنا إلى داره فلما حلف طعمة تركوه ثم اتبعوا أثر الدقيق لأنه أتى إلى بيته بعد أن ذهب إلى البيت اليهودي ثم اتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوه فقال دفعها إلي طعمة وشهد له أي لليهود ناس من اليهود على ذلك أنه ما هو الذي هو سرق إنما أخذها طعمة هو الذي أعطاها إياه فما كان من بني ظفر وهم قوم طعمة السارق انطلقوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فكلموه وسألوه أن يجادل ويخاصم عن طعمة كونه مسلما وقالوا يا رسول الله إن لم تفعل وإن لم تجادل عن طعمة هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهودي فما كان من الرفيق عليه الصلاة والسلام إلا أنه هم أن يفعل وكان هواه يعني معهم وأن يعاقب اليهودي فأنزل الله عز وجل هذه الآية إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق هذا القرآن نزل ليقيم السياسة بين الناس بالعدل وأيضا لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة واحد إنسان سراغ إنسان لم يكن معه الحق لا تكن له خصيمة يعني تجادل عنه في الخصومة لا لا تجادل عنه في الخصومة ولذلك ولا تكن للخائنين خصيمة وهذه أي عامة أي إنسان مثلا في المحامة ولا في أمر ولا في قضاء ولا في عمال وجدت أنه ليس معه الحق وتعلم أنه ظالم وأنه عليه فلا تكن له الخائنين خصيمة فالقرآن يتناول القواعد الكلية فوضع أطر عامة وأسس ثابتة لم يتعرض للجزئيات لم يذكر كل جزئية ولكن القرآن صالح لكل زمان ومكان القواعد يبنى عليها تنظيم الشؤون العامة للدولة كون اختيار خليفة المسلمين كون الحكومة لا بد أنها تحكم بالعدل والمساواة هذه تناولها القرآن قواعد ثابتة لم يختلف عليها زمن من الأزمان أو أمة من الأمم أما مثلا الجزئية تشكيل الحكومة مثلا أو التفصيلات اختيار أو أولي العقد والحل فيها مثلا اختيار مجلس الشورى لم يتناول القرآن بالتفصيل كالشاوينهم في الأمر نستفيد من هذه الآية من مصادر النظام السياسي في الحكم مثلا مجلس الشورى هل لابد أنه لابد آية من القرآن أو حديث من الأحديث النبوية ينص على أنه يجوز تشكيل المجلس مثلا بعدد معين في جلسات معينة لا 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 الله عز وجل ذكر وشاورهم في الأمر شاورهم في الأمر فهذا دليل عام نص عام نستفيد منه أنه لابد من المشاورة وهو في تطيب الخواطر عقل واحد يعني يكون معه عقول عدة يكون أفصلح للأمة وأفضل في السلم أو في الحرب ولهذا لابد مثل ما ذكرنا وشاورهم في الأمر من المصادر النظام السياسي في الإسلام هو القرآن مثال أمثلة مثلا هذا ذكرنا مجلس الشورى أو تنظيم الحكم أهم شيء أن لا يتجاوز الحدود والعدل والشورى والمساواة ففي القانون الجناء مثلا نجد أن الله عز وجل قد حدد عقوبات مقدرة هذه من الأدلة التي تنص وتوضح أن القرآن يأتي بقواعد عامة لم ينص على كل أمر من الأمور مثل القانون الجنائي أو النظام في المحاكم الجزئية ذكر مثلا المخدرات مثلا هل مثلا نص عليها عقوبة معين لا اجتهد فيها للعلم بس مثلا لو نقول المحاربين لله ولرسوله ويسعون في الأرض فسادة هذه من الفئات الخمس التي نص عليها القرآن والذين يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق هذه نص عليها القرآن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الزاني والزانية السارق والسارقة مثلا الزاني مثلا المحصن يرجم والزاني غير المحصن يجلد ويغرب والسارق والسارقة أيضا تقطعتهم هذه النصوص نص عليها القرآن في أنظمة أو عقوبات سائر الجرائم الجنايات وجنح ومخالفات لم يحدد لها بالقرآن عقوبة إنما تركها لولي الأمر تركها لولي الأمر لاتخاذ ما يراه أو يرونه كفيلا بصيانة الأمن وردع المخالف لماذا؟ لأن الأزمنة والأمكنة تختلف فقد يصلح عقوبة مقدرة للشخص مثلا بالقتل تعزيرا وهناك بلد آخر لا والله يحدد مثلا بالمال عقوبة تحدد بال السجن وهكذا فالطباع تختلف من بلد إلى آخر بيئة إلى أخرى مثال أهل الشرق يختلفون في طباعهم مثلا عن أهل الجنوب عن أهل الشمال عن أهل الشرق فلهذا تجد أن الإسلام حدد عقوباته المقدرة مثل ما ذكرنا الخمس فئات من المجرمين المحاربين لله ولرسوله والذين يسعون في أرض فسادة الذين يقتلون النفس التي حرم الله لا بالحق الذين يرمون المحصنات الزاني والزاني والسارق والسارقة هذه حددها في هذا النظام في القرآن ولكن ترك الباقي الاجتهاد أولاة الأمر حتى يحددون العقوبات المناسبة لمجتمعاتهم مثال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أسرى بدر اختار قتلهم على المن والفداء يعني يطلقهم أو يفدون أنفسهم بمان هذا لماذا كان في أول الإسلام وذلك لتقوية شوكة الإسلام والمسلمين وتعظيم هيباتهم في النفس أول ما أسرى الحرب في بداية الإسلام يقتلون أما في الأزمنة التي تل النبي صلى الله عليه وسلم انتقى لأمر إلى الإمام أو الحاكم لاتخاذ الأصلح جعل الأمر إلى ولاة الأمور المسلمين أن يقرروا ما يرونه ملائما لحال الأمة ويوصل إلى الغرض من العقوبة قد يأخذ بعض الأموال منهم قد يجعلهم عبيد أو يجعل أو مثل الأنظمة الدولية الآن هو حال حسب المصلحة التي يراها عاما لهذا أرشد الله عز وجل أولاة الأمر إلى أمر عام وقاعدة ثابتة لا تختلف فيه الأمم وهو قول الله عز وجل وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَلَيْكُمْ هذه إرشادات عامة قواعد عامة لو أنه مثلا هذا أدى هذا الأسير قتل وفعل وأراد الحاكم مثلا أن يقتله فله ذلك له أن يفديه له ذلك هذه تركها لولاة الأمر تركها لولاة الأمر على حسب المصلحة التي يرونها من الأمثلة في قانون المعاملات ويسمونه النظام المعاملات اكتفى الله عز وجل بالنص على إباحة ما تقتضيه حاجة الناس ودفع ضروراتهم دفعي اقتضى في الآية قاعدة عامة أنه يباح وأحل الله البيع وحرم الربا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أن يكون بالباطل وبالسرقة بالغش بالرشوة لا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فالتجارة بالأصول الشرعية عدم الأشياء المحرمة هذه تجوز أما غيرها فيها بعض فيها سرقة فيها نهب فيها اختلاسات فيها رشاوة فيها بيع بعضكم على بيع بعض كلها حرمها القرآن وحرمتها السنة النبوية ولكن هنا قواعد عامة نستفيد منها أنه يباح حتما تقتضيه حاجة الناس فحل للعباد البيع والرهن الإجارة غيرها مما يحتاجه الناس في معاشهم ولهذا أشار سبحانه إلى الأساس الذي ينبغي أن تبنى عليه كل معاملة وهو التراضي مثل ما ذكرنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أما تفصيلات هذه المعاملات فتركها القرآن لولاة الأمر يفصلونها في هذا الإطار وكذلك اكتفى القرآن بالنص على منع المعاملات التي تقضي إلى التنازع بين الناس وتوقع العداوة حرم الميسر الربا والميسر هو القمار الميسر هو القمار بأي نوع كان سواء كان بنرد أو شطرنج حتى لعب الصبيان بالجوز من أول كان هناك مثل الألعاب الفاكهة أو غيرها يأكل منها الإنسان وإنسر التحدي بينهم من كسب كذا فله كذا وأخذ الجوز الذي معك لا حتى هذه حرمها كل معاملة كل معاملة توقع التباغض والتشاح بين المسلمين فهي حرام ولهذا ذكرنا أن القرآن يأتي بنصص عامة وولاة الأمر يأتون بالأنظمة التي لا تخالف ولا تجعل بين الناس شحناء ولا بغضاء ولا فيه تعدي على بعض ولهذا أحل الله البيع الآن هذا في قانون المعاملات وقبل قليل ذكرنا في قانون الجرائم وقبلها ذكرنا في الحكم والتقاضي فهذه كلها من مصادر النظام السياسي في الإسلام هو كتاب الله عز وجل وأن الكتاب يأتي بقواعد عامة صالحة لكل زمان ومكان أسس عامة أطر عامة أسس ثابتة ولكن لا يتعرض للجزئيات ولكن تركها لولاة الأمر وذكرنا مثال يعني عليها يعني أن أحكم بينهم بما أنزل الله إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة هذه كلها تركها لولاة الأمر فعلينا 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 أن نتق الله عز وجل ونعمل بالأصول العامة من الأمور التي ذكرت أيضا من الأمور التي ذكرت من الأدلة التي ذكرناها القانون في القانون الجنائي ذكرنا أن هناك خمس فئات من المجرمين المحاربين لله والرسول صلى الله عليه وسلم والذين يسعون في الأرض فسادة الذين يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق والذين يرمون المحصنات الغافلات الزاني والزانية أيضا السارق والسارقة ذكرنا قانون المعاملات الآن ننتقل أيضا إلى مثال آخر من مصادر النظام السياسي في الإسلام وهو القرآن الكريم في النظام المالي فرض على أرباب الأموال وعلى رؤوس بعض الأنفس ضرائب كما هو الحال في صدقة في الصدقة الزكاة وجهها إلى مصارف ثمانية إنما الصدقات يعني الزكاة للفقراء يعني الفقراء للم هنا للم التمليك لابد أن نملكها الفقير للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة فريضة من الله طيب هذه الآن الجهات عرفناها ترك تفصيل تصريف هذه الأموال في مصارفها قد تحتاج بعض مرات يعطى الفقير بعض مرات يعطى المسكين الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله قد تكون ما يحقق نمو هذه الأمة فقد يكون مثلا للدعوة إلى الله عز وجل كما ذكر بعض أهل العلم ذلك فهنا لم يحدد ولم يذكر أين تكون هذا المصرف بالتحديد ولكن تذكر قواعد عامة أطر عامة أيضا من الأمور من الأمثلة في سياسة الدولة الخارجية في سياسة الدولة الخارجية فأجمل علاقة المسلمين بغيرهم في قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون الإسلام هنا وضع مبادئ عامة تبين وتوضح حلاقة المسلمين بغيرهم لم يفصل الجزئيات وليس هذا نقص في التشريع إنما هذا لحكمة بالغة حتى يكون هذا النظام صارح من لو كان لكل جزئية سيتطبقه الله عز وجل أعلم بالغير يعني الله عز وجل يعلم ماذا ما كان وماذا لو كان كيف سيكون ولكن كيف سيكون هذا الكتاب القرآن كل السنة النبوية المفصلة لكل الأمر لا ترك الاجتهاد وهذا سوف نتناوله بعد قليل أن هناك اجتهاد من المصادر النظام السياسي في الإسلام الاجتهاد ذكرنا هذه الآية فكما ذكر بن جرير أمر الله عز وجل ببر وصلة جميع أهل الملل والأديان والإقصاط إليهم يعني العدل إليهم فجميع من كانت هذه صفته وجاب بره يعني لم يقاتلكم في الدين لم يخرجوكم من ديارهم لا مانع لك أن تبره وأن تصله وأن تعدل في حكم بينه دون تخصيص لبعض منهم فالأمر هنا عام لم يرد فيه تفصيل الجزئيات المعاملة إنما ترك ذلك لولي الأمر فالقرآن لم ينص في الشؤون العامة على تفصيل الجزئيات وما هذا لكان لنقص أو قصور وإنما هو لحكمة بالغة حتى يتيسر لكل أمة أن تفصل نظمها النظم والقوانين على وفق حالها وما تقتضيه مصالحها على أن لا تتجاوز في تفصيلها حدود الدعائم التي ثبتها القرآن فهذا الذي يظن أنه نقص هو غاية الكمال لأن البعض يظن لماذا لم يفصل لنا القرآن لم يفصل السنة لنا الجزئيات في المعاملة وفي السياسة الخارجية البعض يظنوا نقص لا بل هو غاية الكمال في نظام التقنين الذي يتقبل مصالح الناس كافة ولا يحول دون أي إصلح لو أكدنا بعض المعلومات التي ذكرناها في البداية المحاضرة ذكرنا أن مصادر النظام السياسي في الإسلام هو القرآن الكريم ذكرنا أن مصادر عامة ومصادر خاصة ومصادر العامة كتب التفسير وكتب الفقه من مصادر العامة ذكرنا كتاب الله عز وجل وذكرنا بعض الأمثلة إن ننزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة وذكرنا قول الله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وذكرنا تفسيرها وهناك ذكرنا قاعدة وآية وشاورهم في الأم ذكرنا أن القرآن هو قواعد كلية لا تتعرض للجزيات بل هي أطر عامة وأسس ثابتة صالحة لكل زمان ومكان ثم وذكرنا بعد ذلك أمثلة في القانون الجزائي أو القانون الجنائي وأن جعل لولاة الأمر الصلاحية في مثلا العقوبة التعزيرية بس نص القرآن على أمور خمسة وذكرنا منها الزانية الزانية السارقة السارقة المحاربين لله عز وجل الذين يرمون المحصنات الذين يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ثم اترك الأمر لما يصلح البلدان لولي الأمر لأن البيئة والطبيعة تختلف طبيعة الأشخاص من بلد إلى بلد أيضا ذكرنا أمثلة في قانون المعاملات أنظمة المعاملات وأن الأصل المعامل الحل إلا ما حرم الله عز وجل أيضا ذكرنا في النظام المالي أن فرض الله عز وجل الزكاة للأصناف الثمانية ولم يحدد في التفصيل بل تركها في تحديد صرفها أو تحديد لتكون كل أمة قادرة على تحقيق ما ينفعها ويحقق نموها وتقدمها ثم ذكرنا مثال في السياسة الخارجية قول الله عز وجل قاعدة هذه عد صالح لكل زمان ومكان لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون من المصادر مصادر النظام السياسي في الإسلام السنة النبوية المطهرة ماذا تعرف السنة النبوية السنة النبوية هو كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات لو أنه مثلا مثل التقريرات سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم مثل أكل الخيل مثلا هل ورد دليل على تحريمه أو داء ورد دليل على جواز أكله لا ولكن في عهده عليه الصلاة والسلام أكل الخيل وسكت النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقرير قول قال صلى الله عليه وسلم فعل مثلا صلوا كما رأيتموني وصلي نجد النبي صلى أو في الحج حجوا كما رأيتموني يعني مثل أحج خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم فنرى كيف رفع يده ورمى مثلا الجمرات مثلا في الحج مثلا كيف طاف عليه الصلاة والسلام هذه السنة النبوية كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصل من أصول النظام السياسي في الإسلام لذلك نجد كثيرا من مباحث النظام السياسي في الإسلام في كتب الحديث مثال قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع أميري فقد أطاعني ومن يعصي أميري فقد عصاني رواه مسلم هذا وضع قاعدة عامة أنه يجب الطاعة لولاة الأمر ذكرنا في محاضرات سباقات تفسير قول الله عز وجل الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ما قال وأطيعوا لا قال وأولي الأمر منكم الطاعة في غير معصية الله إذا كان هناك مخالفات لما يأمر به مثل ذكرنا بعض الأمثلة في محاضرات مثلا تحريم أمر معين أحله الله عز وجل فلا طاعة له ولكن هنا مصادر النظام السياسي في الإسلام إذا أصدر الولي الأمر نظام ولم يكن هناك مخالفة فيعمل بها يعمل بها يعمل بها تكلم كثير من علماء السنة النبوية عن كثير من مباحث حقوق الإمام البيعة تحريم الخروج على الإمام وجوب لزوم الجماعة وغير ذلك لذلك تعد شروحات الحديث ومصنفاته وكتب السيرة النبوية من المصادر الأصلية للنظام السياسي في الإسلام يقول بالقيم رحمه الله وأخذوا الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام وأهله وأمره وأمور السياسات الشرعية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال أولى من أخذها من آراء الرجال يعني أنه ينبغي لولي الأمر المسلميين أن يرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيلم الأمنات الأمور الجسام أخذ العبر والدروس من سيرة سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم وما أجمل أن تكون سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وهي سيرة العطرة هي نبراس لنا يضيء حالك الظلم لتعلم مثلا من سيدنا معاذ رضي الله عنه لنتعلم من الصحابة الجليل معاذ بن جبل حين بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقال الآن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث رسوله مبعوثه الداعي الولي الولي الذي سيحكم مثلا اليمن يعلم بعض القواعد كيف تصنع إن عرض لك قضاء الآن جدك مشكلة للحكم بين الناس ماذا تفعل أي ماذا سوف تفعل يا معاذ إن جلست للقضاء بين الناس وعرضت عليك القضايا كيف تقضي فيها قال أقضي بما في كتاب الله يعني أرجع إلى ما نص علي مثلا ما ذكرنا العقوبات الخمسة الجنائية المقررة نرى مثلا القتل والزنا ومثلا السرقة فإذا عمل هذا أحد الشعب مثلا ذلك أدي حكم الله عز وجل فيه كيف تقضي قال أقضي بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال أشتهد رأيي ولا آل يعني لا أدخر جهدا في البحث عن حل المسألة فقال ضرب صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله اللهم صلي وسلم على نبينا محمد فمن المصادر النظام السياسي في الإسلام ذكرنا القرآن ثم ذكرنا هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول وما آتاكم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذا المصدر زاخر بالأحكام بل هو الذي يعرفنا النموذج الأمثل للدولة الإسلامية من خلال العلاقة بين الحاكم والمحكوم وعلاقة الدولة بالدول الأخرى في حالات السلم والحرب هذه لا يمكن أن نتعلمها إلا من خلال هذا المصدر بل إن القرآن لا يمكن فهمه فهما واضحا صحيحا وتطبيقه تطبيقا سليما إلا بدراسة السنة النموية فالسنة مثل القرآن في تشريع الأحكام بل إن القرآن أحوج للسنة من السنة إلى القرآن كما قال بعض السلفين الصالح لأن السنة توضح القرآن تفسر ما أشكل منه كما أشكل على بعض الصحابة حين تبين لما فهم من قول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فوضع مثلا فهم من الآية أنه يضع خيط أبيض خيط أسود على وسادته فإذا كان بعض الليل نظر فلم يستبن يعني هذا الخيط الأبيض من الخيط الأسود فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى ففضح له النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود إنما هو سواد الليل وبياض النهار إذن السنة النبوية موضحة للقرآن مفسرة له بل إن السنة جاءت بأحكام من الكثرة بمكان ليس لها في القرآن ذكر يعني السنة النبوية فسرت بعض الأمور مثلا قول أو قيموا الصلاة الآن الصلاة هل القرآن فصلت كيف الإنسان يكبر تكبيرة الحرام ماذا يضع يده على يد المن على يد اليسرى كيف الركوع كيف السجود كيف السلام ماذا يقول في سجوده ماذا يقول في ركوعه لم تفسر هذا لم تفسر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي فالسنة النبوية وضحت ذلك مثلا فرض الزكاة لم تحدد لم يبين أنواعها فجاءت السنة النبوية موضحة لذلك كله فينبغي للباحثين في السياسة الشرعية والنظم الإسلامية أن يرجع إلى السنة النبوية ويستفيد منها فهي حافلة بأحكام السلم والحرب والسياسة والحكم وغير ذلك أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يكتب لنا الأجر ويجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم مراجعة سريعة لما تم تناوله في البداية ذكرنا مصادر النظام السياسي في الإسلام فما معنى هذه المصادر ذكرنا هي الأصول التي يأخذ منها ويعمل بها ثم ذكرنا بعد ذلك ثم ذكرنا بعد ذلك الأصول العامة للنظام السياسي في الإسلام وذكرنا أول مصدر وهو كتاب الله عز وجل ثم ذكرنا بعد ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا أن من السنة النبوية تفصل وتبين وتوضح بعض الأحكام المجملة في كتاب الله عز وجل وذكرنا منها إقامة الصلاة والحج بيت الله عز وجل وقلنا أن السنة النبوية ذكر الله عز وجل دليل عليه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فيجب علينا أن نرجع وعلى ولاة الأمر والساسة ومن يحكم أن يرجع إلى المنهل العذب وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل أو تقرير كل ذلك من أصول النظام السياسي في الإسلام وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع أميري فقد أطاعني ومن يعصي أميري فقد عصاني وذكرنا وجوب لزوم الجماعة وأن مصلحة الأمة أن تأخذ الأحكام المتعلقة بأمور السياسات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهم غازي يعني كيفية فعله في الغزو كيفية قتاله عليه الصلاة والسلام فهذه كلها لابد أن نرجع إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وذكرنا قصة معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أحكم بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد فأشتهد رأيي ولا آل يعني لا أقصر أشتهد ولكن أخذ بالقواعد العامة والسنة النبوية ولكن الوصول العامة وذكرنا أنه من ينبغي لنا وللباحثين الرجوع إلى السنة النبوية والاستفادة منها فهي حافلة بالأحكام في السلم والحرب والسياسة والحكم وغير ذلك وذكرنا حديث الصحابي الذي فهم من القرآن على حسب فهمه سواد الليل وسواد النهار حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أنه وضع خيط أبيض على وسادته وخيط أسود قال يا كل يأكل يشرب حتى تتضح لأنه قديمة ما كان فيه مثلا كهرباء فيضع الخيط الأبيض ثم الخيط الأسود فيرضر هل اتضح من بعض استطاع يفرق بينهم فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما هو سواد الليل وبيض النهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي بكم في المحاضرة القادمة بإذن الله